السلام عليكم شباب وياكم مرتضى جليحاوي اليوم عدنا مقارنة بين جهازين من اونر 9 اكس برو والردمي نوت 8 برو طبعا الجهازين لحد تصوير هذه الحلقة غير متوفر بشكل رسمي بالعراق لكن النوت 8 برو ممكن ان يتوفر قريبا حسب ما اعلن شركة شاومي بغداد لو نبدأ بالمواصفات طبعا الونر 9 اكس برو يأتي بشاشة بدون قطع شاشة كبيرة كاملة من بداية النهاية بحجم 6.59 فل اج دي بلاس من نوع LCD طبعا وتكون الكاميرا منبثقة من الاطار العلوي بالنسبة الردمي نوت 8 برو سوف يكون بشاشة مقاس 6.53 فل اج دي بلاس من نوع LCD طبعا نفس نوع الشاشة 9 اكس برو رح يكون اكبر بشي قليل شاشة الردمي محمية بطبقة حماية غوريلا غلاس 5 مقطوعة بالجزء الاوسط العلوي لاحتواء الكاميرا الامامية لانتقل للمعالج طبعا الونر 9 اكس برو سوف يأتي معالج الهاي سيليكون الكيرن 810 مع ذاكرة عشوائية اكو 6 مع الـ 128 و اكو 8 مع الـ 256 واتوقع البرو رح يجي بـ 8 مع الـ 256 كذلك الردمي نوت 8 برو سوف يأتي بمعالج الميديا تيك هليو جي تسعين تي طبعا بذاكرة عشوائية موجودة 6 و موجودة 8 مع ذاكرة تخزين 64 او 128 لكن هذا المعالج يتميز بتبريد داخل الجهاز التبريد السوال يعني هذا الجهاز سوف يكون اقل ارتفاع لدراجة الحرارة عنده استعمال مكثف او عنده استعمال الالعاب هذه اول ميزة ممكن ان يتميز بها النوت 8 برو لو نأتي للكاميرات طبعا يأتي الـ onr 9x برو بكاميرا امامية 16 ميجابيكسل لما الكاميرات الخلفية فتكون ثلاثية 48 ميجابيكسل زاد 8 ميجابيكسل زاد 2 ميجابيكسل بالنوت 8 برو سوف يكون الكاميرا الامامية 120 ميجابيكسل اما الكاميرا الخلفية فتكون 64 ميجابيكسل زاد 8 ميجابيكسل زاد عدس 2 ميجابيكسل طبعا بالنسبة للبصمة سوف تكون البصمة في جانب الجهاز بالنسبة الـ onr 9x برو اما بالنسبة الـ no-t 8 برو سوف يكون البصمة في ظهر الجهاز طبعاً بالنسبة للبطارية سوف يأتي الونر 9X Pro سوف يأتي بطارية 4000 ملي أمبير أخبار تقول ما يدعم الشحن السريع هذا يحتاج لتجربة ويحتاج لمعاينة بعد ما يوصل لنا بشكل رسمو نشوفه يدعم الشحن السريع أو ما يدعم الشحن السريع أما بالنسبة للبطارية الريدمي نوت 8 Pro سوف يأتي بطارية 4500 ملي أمبير وتدعم الشحن السريع بقدرة الـ 18 واط طبعاً التسعة اكس برو حسب ما أعلنت الشركة بسعر 319 دولار بالنسبة للتسعة اكس برو لكن بالنسبة للنوت الثمانية برو سوف يأتي بسعر 250 دولار الـ 28 و الـ 128 مع الـ 8 جيجا ممكن الـ 250 يوصل الـ 300 دولار لكن السعر تحسه إذا بهالوضعية هذه 319 أو 250 دولار رح يكون الريدمي نوت 8 برو رح يكون أقل سعر وهذه ميزة جداً ممتازة بالنسبة للجهاز يحمل مواصفات قوية مع سعر أقل لو نأتي لخلاصة المقارنة الـ onr 9 اكس برو يتميز بشنو أو يكون أفضل من النوت 8 برو بشنو واحد الشاشة الشاشة تكون أكبر وكاملة بدون قطع الشيء الثاني الشعبية اللي يمتلكها هذا الجهاز يعني تقدر تقول رغبية هذا الجهاز أكثر من الريدمي أو من الشاومي ريدمي نوت 8 برو بالنسبة للنوت 8 برو شنو أفضل من الـ onr 9 اكس برو طبعاً الـ 8 برو أولاً يتميز بحماية الشاشة طبقة حماية غوريلا غلاس 5 الشيء الثاني المعالج مالتا بيتا بريد معما أنه المعالج ممجذبينه يحتاج تجربه على مدن عرفه منه أفضل رح يكون الكيرن له هذا المعالج الشيء الثالث هو الكاميرات رح يكون أفضل بالكاميرات الأمامية والكاميرات الخلفية على الورق على الحسابات اللي أعلنتها بشكل رسمي بالنسبة للشركة الشيء الرابع هو البطارية رح يكون بـ 4500 مليا أمبير وتدعم الشحن السريع رح يكون أكيد أفضل من الـ onr 9 اكس برو فرق الخامس فيكون هو السعر إذا على حالة 319 مع 250 دولار رح يكون النوت 8 برو رح يكون أفضل جهاز بالنسبة لمواصفات وأرخص سعر بنهاية الفيديو أتمنى أعجبكم الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك بالقناة شكرا لكم مرتضى جريحاوي وفي أمان الله